اشتركوا في القناة اعترف مسؤول الملف الاقتصادي في حكومة ما يسمى الشرعية بزيارة سنعاء وكانت قناة يمن شباب قد اعلنت ان لائب رئيس الفريق الاقتصادي في حكومة الشرعية عثمان الحدي قد زار سنعاء بضرب من السفير السعودي محمد الجابر قبيل عيد الاضحى للتفاوض حول الملف الاقتصادي ورغم اعتراف المسؤول البارد في حكومة الشرعية بزيارة سنعاء غير انه حاول نفي اجراء امفاوضات في الملف الاقتصادي وبرر الزيارة بانها لزيارة منضقته الواقعة بين الرضمى ودمت خلال اجازة عيد الاضحى المبارك غير ان الكثير شككوا بتصريحات الحدي وقالوا ان الجهاز الامني في سلطة سنعاء لن يسمح للحدي بزيارته قريته دون ان يكون قد تخل بتنسيق مسبق ولن يترك مسؤول بهذا الوزن يزور منضقته وسيكون عرضة للاعتقال كونه مخزى معلومات مهم في ظل الحرب الاقتصادية وكان الصحفي عبدالله دويلا مقدم برنامج من الاخر في قناة يمن شباب قد نقل عن مصادر خاصة ان عثمان الحدي غادر من مدار جتها في السعودية انباشرة الى مدار سنعاء قبل عيد الاضحى وانه لا يزال في سنعاء حتى اليوم وبحسب دويلا فان زيارة الحدي الى سنعاء جاءت بناء على ضاب من السبيل السعودي الى اليمن محمد ال جابر لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية مع الحوثيين وكانت صحيفة عكاظ السعودية نشرت قبل ايام من انطلاق مفاوضات مسقد معلومات عن انطلاق مشاورات حول الملف الاقتصادي بالتزامن مع جولة المشاورات التي تنعقد حاليا حول ملف الاسرى والمختطفين في سلطنة عمان اشكركم على حسن المتابعة والاسقاء ولا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته